اشتركوا في القناة واصلنا من الوجوه العالمية الوطنية والدولية وبالطبع فاش كنتكلموا على محطة ريادية ككأس العالمة وكأس إفريقيا كنتكلموا كذلك على الضغن للصحافي الريادي وفي هذا الإطار كان هذا الفغوم اللي كان يعتبره عنده أهمية خاصة لأنه غير يفتحنا الباب باش يكون واحد النقاش مع المعنين بالأمر مع الصحافيات والصحافيات المختصين في المجال الريادة باش يكون واحد العلاقة ما بيننا وما بينهم أولا في المجال ديالتكوين كانت تعرف بأن اليوم المنتظر من الصحافي الريادي أن يكون حاضر على الصعيد الوطني نعم ولكن على الصعيد الدولي هذه الفرصة باش نبينه جميع التطورات اللي عرفتها بلادنا فاش كنتكلموا على تصويق التطور اللي عرفوا بلادنا كان عرفوا على إمكانية وجود استثمارات جديدة في بلادنا يعني سوق الشور مجموعة هذه الأشياء يعني بالرياضة بكأس العالم وكأس إفريقيا ممكن تكلموا على أشياء أخرى المنتظى هدف إلى وضع رؤية شاملة حول تحديات الصحافة الرياضية في ظل الرهانات التي سينظمها المغرب خلال قادم السنوات هذه هي البداية ونأمل إن شاء الله أن المعهد يضع كل المتدخلين معنا على نفس السكة هناك مشاريع كبيرة جدا نهيئ لها سنطلق ماستر في الإعلام المتخصيس هنا بالمعهد لكن سنشتغل على برنامج وطني لتكوين المستمر في الصحافة بشكل عام على المستوى يعني يهم جميع جهات المملكة وسنخصص له رقم أساسي متعلق بالصحافة الرياضية صحيح هذه لحظة مفصلية وهو لحظة حاسمة بالنسبة للصحافة أو الجسم الإعلامي الرياضي لماذا؟ لأنه أولا رهان تنظيم جوجة تداهرات من مستوى كبير ثم الأوراش المفتوحة على مستوى المملكة المغربية تنظيمها لتداهرات من غير الرياضة على مستوى متميز الآن يجب أن يكون الدراع الإعلامي أيضا متميزا والآن هذا هو اللحظة التي تستحضر فيها لأنه رهان للإعلام الرياضي يجب أن يكون في مستوى التطلعات ويجب أن يكتسي بما هو أكاديمي وما هو أيضا ميداني هذا الموعد الإعلامي جاء ليزكي صورة المغرب الرياضية قاريا وحتى دوليا في مجال إبداعاته الرياضية حتى التواصلية هذا المنتدى مهم جدا لأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى لذلك وجب علينا التوقف للتفكير في سبل إنجاح العمل الذي نقوم به خاصة أن الأمور تسير بسرعة وتتغير بشكل كبير لذلك علينا أن نتعاون ونفتح آفاق جديدة للسير إلى الأمام هذا البلد ملك لنا نحن أيضا كأفارقة فخورنا جدا بكل ما يحققه المغرب كتنظيم كأس العالم في أفق 2030 وتنظيم الكان المقبلة 2025 هذا التحدي هو تحدي لنا جميعا المغرب كما نعلم يحتضر منتخبات إفريقية عديدة لتوفره على بنيات تحتية مهمة يجب على القارة الإفريقية أن تتأهب للعرس العالمي ليكون الأفضل على مر التاريخ هي نسخة أولى قد توطئ لما قد يليها من محطات التداول في شأن الإعلام صورة وصوتا تجويدا وإضافة نوعية تواكب النهضة التي تعيشها المملكة المغربية